عاملين ايه؟ يا طار حزر فزر هكلمك عن ايه النهاردة؟ ايوة اللوبيا اللوبيا كده من شكلها شبه الكلا كلا بتاعتك الصغيرة دي بيسموها اللوبيا ام عين سودة شكلها من قريب عشان ما تلخبطش فيها يلا اقولك عالكنز الصغير اللي موجود في كل بيت اللوبيا كوبل 170 جرام بيديك 194 سعرة ولا حاجة بيديك 13 جرام بروتين للناس اللي بتتمرن ومحتارة في البروتين والبروتين بقى غالي ده بروتين رخيص طب دكتور البروتين النباتي بيبقاش فيه كل الاماينو اسد اعمل ميكس يعني حط لوبيا على حمص هتلم كل الاسنشل او العشرة الاسنشل اماينو اسد اللي موجودين عشان كده زمان كان بيحط الترمس على الفول وبيحطوا على الكشري الحمص على عدس كل دي ميكسات محدش علمها للناس ولكن الميكسات دي بتوفر لك كل الاسنشل اماينو اسد او الاماينو اسد او البروتينات المهمة كلها اللي محتاجها جسمك نرجع لللوبيا بتدي 88% من احتياج جسمك من الفوليت او الفوليك اسد وده هتحتاجه قوي الحوامل بتديني نص احتياج جسمي او 50% من احتياج جسمي من النحاس 30% من احتياج جسمك من الثيامين هتديك حديد فوسفور مانجانيز ماغنيسيان هتديك زينك بكمية كويسة جدا فبرضه مفيدة لك في التمرين مفيدة لك كاراجل هتديك بوتاسيام وهتديك فيتامين بي ستة مليانة بوليفينولز والبوليفينولز قلنا في كذا حاجة قبل كده ان البوليفينولز دي انتي اوكسدنس او مضادات للأكسادة بتقويق من الامراض الالتهابات الشيخوخة الزهايمر الكنسر مفيدة جدا لاخوتنا اللي بيخصوا عشان هي البروتين بتاعها عالي فبروتين عالي هيقل الهرمون الجريلين او هرمون الجوع بلاس فيها فيبر عالي او الياف عالية اللي هتتحول لجل جوا معدتك وتاخد حيز من المعدة وتحسسك بالفولنس او الشبع دراسة على 1475 واحد ادوهم لوبيا لأوا ان ريسك ان يطلع لهم كرش بنسبة 23% قال وان يصيبهم السمنة بنسبة 22% قال فانصيحتي ليك لو بتخس حطها في الضايت احسن مش شفان ريفيو ريفيو يعني مجموعة من الستادز او الدراسات من 21 استادي لأوا ان هي قللت نسبة الدهون في الامبادي اما بتعمل اامبادي وتعطي صوت كده وتلاقي الدهون فيه عالية هي قللت نسبة الدهون فيه كمان قللت السمنة قلنا ان فيها صليب الفايبر او الياف بالدوف في المياه ودي لازمتها ايه مهمة لصحة الجهاز الهضمي بتقلل الامساك بتقلل التجاع المريء بتقلل كراح المعدة بالتبعية بتقلل البواسير او هتساعد ان هي متحصلش الصليب الفايبر ده عبارة عن حاجة اسمها بري بايوتك وده بيحفز نمو وغزاء البكتيريا النفع اللي موجودة في جسمك وبالذات في القوالون فهتقلل اي مشاكل ممكن تحصل في القوالون ريفيو من 10 استادز قلنا ان ريفيو مجموعة من الاستادز ريفيو بقى من 10 استادز لقوا ان هي بتحافز على صحة القلب جدا عن طريق ان هي بتقلل الكوليسترول الوحش او الLDL نيجي عند اهمة نقطة في الفيديو استخدم اللوبيا ازاي كلمة السر في اللوبيا النقع لازم تتنقع 6 ساعات في مياه ساقعة او ساعتين في مياه سخنة طب ليه النقع يفيدك في 3 حاجات اول حاجة تستوي معك بسرعة الناس المفجوعة اللي عايز تاكل على طول كمان هتساعدك في الهضم لما بتكون منقوعة هتتخدم بسرعة لبعض الناس اللوبيا ممكن تعمل وجع في القولون ممكن تعمل غزات ممكن تعمل انتفخات لسبب اللوبيا ان هي في حاجة اسمها رفي نوز وده النوع من انواع الفايبرز او الالياف هو اللي بيسبب المشاكل دي بس بالنقع هو بيقل او بيختفي عشان كي بقولك نقعها تالت سبب لازم تنقعها عشانه هي اللوبيا زيها زي اي بوكوليات فيها حاجة اسمها فيتك اسد وده بيقل الامتصاص المعادل المهمة زي الكالسيوم الحديد الماغنيسيوم ايه الزينج او ما بتتنقع ست ساعات مياه ساعة او ساعتين في مياه سخنة ده بيقل او الفايتك اسد بيقل فمن الاخر روح ينقعها قبل ما تاكلها وبعد ما تنقعها ست ساعات او الساعتين في مياه سخنة بتروح تغليها على طول لمدة خمسة واربعين دقيقة وبتاكلها بالهنة والشيفة لسه ما نزلتش تشيري لوبيا اتمنى اكون فتك شكرا